اشتركوا في القناة صحة وسعادة اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لسان يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميز دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح حفاق التواصل معكم لاستقبال يا رأيكم ولحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام إذن صباح جميل أجواء جميلة جدا مع انطلاقة القمة الحكومية التي تصضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة قام التواصل معنا مستمعين أتخبركم عنها الدكتور ندل ملة بس ركبت السماعة المايك جاهز كل شيء تمام خلصت سوالة قبل البرنامج ناسي السماعة وناسي المايك أقول بعد ولا خلاص كنا نتحدث في حديث شيق عشان شي نسيت أركب السماعتي فنصبح عليكم الخير فهذا يوم الجميل يوم الأحد اللي حباك كل أحد أول يوم في الأسبوع مثلا ما قال محمود ما شاء الله الجو بديع في الخارج فإن شاء الله أتمنى كلكم تستمتعون بهذه الأجواء الجميلة التي هي موسم معين بعد هذا يتوقع يتشعر علينا الصيف فنستمتع بالجو ونذكرك بالقام التواصل عشان تستمتعون معنا في برنامج صحة وسعادة على 600551414 ورسائل النصية على 4006 طرح شونا اقتراح شكر شكوى ملاحظة خصوصا هم للاقتراحات ترى أنتو كمتعاملين تشوفون الخدمات من منظور مختلف عندنا كموظفين في هيئة الصحة فكثير من الأحيان كنا اقتراحات المتعاملين هي اللي ومحمق قاعد عبت في دفتري في الأجندة مالتي شو تطالع محمد في الأجندة مالتي فاقتراحاتكم مهمة شو تشوف الأجندة مالتي شوفي نعم السعادة رحلة وليست هدف أجل إنها رحلة زين فالواحد يخطط لأموره دائما هي من خلال وضع رسالة وأهداف خاصة فيه وأيضا من خلال وجود أجندة هذه الأجندة تحوي أهداف شهرية أهداف يومية تحوي إنجازات أنا إنسان أحب الأهداف أحب يكون كشي مخطط ما أحب الحياة تكون هايمة شي ما في هدف ما في خطة أحسي ضيع الوقت فأنا عيبني أنت أنت ما أخذها جندة شيئات وما شاء الله أنا أستغرب يعني كل أسبوع يا يب جندة يديدة لكن إن شاء الله تستمرين عليها لأن هي الفكرة أن هذه التمعات طول السنة دكتورة إن شاء الله نزين عشان تحددين الأهداف وتمشين عليها إن شاء الله طيب نحن ما نبتدي حلقتنا كنا نبتدي بالدراسة ولكن معنا عبر الهاتف خبيرة التغذية العلاجية خدتنا نجلة درويش بتكلمنا من خلال فقرة التغذية عن شو بتكلمين اليوم نجلة صبحت الله بالخير صبحت الله بالنور والسرور موضوعك صراحة مهم اليوم بس خبرهم شو الموضوع اليوم موضوعنا إن شاء الله بتكلم عن أسباب زيادة الوزن في فصل الشتاء أو حتى صعوبة نزول الوزن في فصل الشتاء يعني بهالأجواء الحلوة وتيكة الوزن ما يرضي ينزل أو أن الناس ما تأخذ بالأسباب وتشوف أن الوزن يزيد ويخلص علينا فصل الشتاء وزادة ومن غير ما يشفثون من غير ما يشعرون بهالزيادة حتى فعادة يعني مثلاً نقول العادات هي العادات اللي تكون يعني هم يمارسون في فصل الشتاء أنهم مثلاً يشربون مشروبات ساخنة يكترون مثلاً الشاي الشاي الكارات الأشياء اللي هي المشروبات الحارة بزيادة كمية السكر يتعودون أن يزيدون كفية كمية السكر كبيرة فبالتالي بتزيد بتسعرات الحرارية بتسبب زيادة في الوزن من غير ما يشعرون فيها يعني نقولهم حتى أحياناً هالقرامات 100 قرام 100-200 قرام يوم بعد يعني لما يخلص عليهم فصل الشتاء بعد ثلاثة شهور أربعة شهور يشعرون أن وزنهم زاد فجأة صح يشعرون على الميزان ممكن أربعة كيلو وخمسة كيلو من غير ما يشعرون بالزيادة هذه عندنا بعد اللي هو التركيز على اللهم طول وقت في بعض الناس يعني يشعرون من البرود ويتمون مجابلين التلفزيون فيأخذون أشياء تسليهم حالات القعش دم التلفزيون الواحد ما يزيد وزنه غير من هالقعش دم التلفزيون فيلسون الفترات طويلة الساعات طويلة فبالتالي الوزن عندهم يزيد الرحلات كذلك دكتورة ندية يعني يعني حبّدت رحلات الترفيهية والعائلية فأماكن مفتوحة بالتالي هاي اليلسة طويلة كذلك والأكل يعني طول الوقت هم يأكلون فيزيد الأوزان قلة ممارسة النشاط الحركي قلة الرياضة هذه كلها بعد من ضمن الأسباب وشيء وايد مهم يعني دائما حتى حب أذكرها أن الناس تنسى تشرب الماء في فترة الشتة يعني وعادة الجفاف بعيد يسبب زيادة وزن بالله بصح هي فتكون عندهم احتباسات سوائل في الجسم فهم يحثون أن هذه الزيادة يعني طرت عليهم فجأة ما يعرفونهم هي قد تكون من الجفاف كذلك قلة تشرب الماء بالله طبعا نقولهم الجفاف مو بشرط أنهم يرحون يشربون مثلا عصاية أو شيء تكون حتى عالية بالسعرات الحرارية أو تكون بالسكريات يعني نركز على شرب الماء أمر جدا مهم وفيه ناس طبعا تستثلم يعني لليلسة طول الوقت فخلاص يعني يهمنون هالجانب صحيح هالأشياء هكذا طبعا بعض الأسباب التي تأدي لزيارة الوزن فيه بعض الحلول ممكن نعطيهم حلول ثاني يعني التعجم في نزول الوزن طبعا عشان يحاربون الكسر يفضل حتى لو يتحرسون يعني أنهم يتحرسون أي نشاط بدني مو بشرطة أنهم حتى يتحقون بجنب هالأجوال الجميلة ممكن حتى أنهم يمشون على الأقل لو 20 دقيقة باليوم نعم يعني نوع من نوع الحركة والنشاط وبعد نوعية الأكل بحيث أن ما يكثرون حتى لم يحطون مثلا الأشياء العالية بالسعرات الحرارية مثلا يتخدمون المقال أكثر أو حتى السكريات طريقة أكلهم نازم يعني تكون نوعا ما خفيفة يعتمدون على الألياف مثل الكربوهيدرات المعقدة مثلا الخبز الأثمار العيش الأثمار نوعا ما بتساعدهم على الشعور بالشبع ممكن يركزون على الأشياء التي فيها فيتامين سي مثلا حمضيات برتقال ليمون حتى ريحتها تعدون المزاد تحسن المزاد وتبعب دور في الوقاية من نزلات البرد صحيح المشروبات الثانية يعني مبشرة تبكز على نوع واحد مشروبات يمكن ركزون على الجرفة الزنجبيل الشاي الأخضر يمكن عصر ليمون بالنعنى هذه تساعد في نزول الوزن وتساعد حتى على زيادة عمليات الأيضاء والحرق في الجسم بالتالي يساعدون في حرق كمية الدهون الموجودة عندنا في الجسم صحيح شكرا شكرا لك أستاذة نجلة نجلة درويش خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي وأيضا مثل ما قال الدكتورة نحن الأجواء جميلة جدا حق ممارسة الرياضة في الصيب يقولون حار في الشتين خشون داخل متى يسمون رياضة شكرا لك نجلة يعطيك العافية شكرا ومحمود دقة نقطة مهمة هي لما تروح الرحلات لما تروح الرحلات من الناس توصل لما تروح حرجه ميتسكر تاكل تاكل ورق على كيك على مكسرات على روب عقوب يقولون أسبوع جدا فيني صاهر ووزني زاد طبعا يعني اتفق معات أن حرجه ميتسكر بس الهذرة هي تيوع كلمة تقرقر أكثر كلمة تيوع تحسن لازم حالات اليلسة في الحش أنا ما قلت حش انت قلت حش عموما هنا رسالة جميلة يقول صباح الخير برنامو الصحة والسعادة تحية طيبة أبعثها من مسقط للجميلة وأتمنى لجميع الصحة والسعادة شكرا لجميع مستمعين في العاصمة الشقيقة مسقط وعمان كلها عمان جميلة جدا أنا كنت فيها من سبوعين أو ثلاثة سابيع على طاري الرياضة كنت يعني نسوي هايكينغ هناك شيء خطير خرافي الجو حلو بعد عنه متعب جدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو يوسف وعلى من معاك في البرنامج شكرا ببرعي يقول ببرعي أرجو المعذرة زيادة الوزن باعتقادي جلوس أمام التلفاز وأكل الدنغو والحب بمختلف أنواعه وكل شيء خضره وحيات أكلون دنغو وحب كان زين يأكلون دنغو عموما نطلع فاصل بعد الفاصل مستمعين ما نتواصل ما نقراركم دراسة عندنا وأيضا ما نتعرف على يعني العديد من المهام الجديدة في دجنة الأنشطة الرياضية فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين أكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة إذن مستمعين أرقام التواصل معنا على 600551414 ورسائل النصية على 4006 طيب في هيئة الصحة بدبي في الكثير من البرامج والأنشطة الرياضية التي تقام على مدار السنة طبعا معنا في الستوديو الأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة في دبي طبعا ما قصرت فيه الدكتورة على الفاصل نزلت فيه ليش ما تطرشون لنا ليش ما تسوون لهم ممساكين ممقصرين ممسوين كل شي ومليون مرة على الهواء قلناها تسير التحقي بالبرامج ما لهم وانت تقولين لا نحن عندنا لعيبة شو بيقول أول شي صباح الخير صباح الورد نشكورين على هذه الدعوة بخصوص الدكتورة والله شو أقول كلامها غير منطقي يعني ممكن هم يقرون اعلانات لنزلوا هذا بس الحقيقال يعني رعاية الصحة الأولية دائما يشاركون في الألعاب الحكومية ثلاثة أرباع الفريق من قطاعهم من قطاعهم أدري أنه ما يكون في كل البطولات القطاع يشارك في كل البطولات بالعكسة يشارك فينا يعني بالعكس عموما بمناسبة عام التسامح تنظم هيئة الصحة في دبي خلال شهر فبراير الجاري بطولات رياضية بين مختلف الدوار الحكومية أطلقت عليها اسم تسامح يهدف أو تهدف هذه البطولات بترسيخ وتعزيز هذا المفهوم لدى أفراد المجتمع إذن حمزة يعني هناك الكثير من الدوار الحكومية كذلك تضم نفس المشاريع وكذا ولكن بالنسبة لأنها في هيئة الصحة في دبي خبرنا عن البطولات اللي نحن أنسوا بيها خلال فترة هذه يمكن الدكتورة وقطاعها و عياتي ومركز ندي الحام اللي يشاركون بعد إن شاء الله إن شاء الله ليش بسم الله الرحمن الرحيم قول ما نبتد في فعالياتنا عام التسامح نحن بنظمها في الهيئة في 15 ديسمبر 2018 أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة أنه عام 2019 عام التسامح ويهدف هذا الإعلان أن إبراز دور دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح وتأكيد قيمة التسامح باعتبار امتداد لنهج شيخ زايد نعم رحمة الله رحمة الله عليك نعم وحتى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لو تذكرون جسر قناة المائية سموها جسر التسامح صحيح وتعلم أننا في دولة الإمارات ما شاء الله حوالي فوق 200 جنسية لدينا ثقافات مختلفة صحيح فبراير ومارس شهر إناير وفبراير سويا حوالي سبع فعاليات موجودة ياسين سويا نعم نحن شاركنا في نمشي معا أولمبيات الخاص هذا اللي بيكون في دولة الإمارات إن شاء الله في 2019 نحن شاركنا نحن نعم بطولة تسامح مع الدوائر الديوة بيشاركنا إن شاء الله في كرة السلة نعم الديوة هاية الطرق البلدية جمارك محدد بي القضايا يعني مجموعة من دوار الحكومية دوار الحكومية موجودين مشاركين إن شاء الله في هذه البطولة إن شاء الله بيشاركون أيضا نتو حتى بالقطاع الخاص بعد كذلك الدخلونهم المستشفيات وكذا في العديد من الأنشطة تعودنا خلال الأعوام السابقة إذن هذه بطولة تسلم مشاركين في مستشفيات الحاصة عيادات خاصة موجودين مستشفى الامريكي مستشفى الكندي كلهم مشاركين معنا في هذه البطولة إن شاء الله نعم وبالتالي نحن مشاركين كدائرة الحين في بطولة تسامح في كرة القدم في محل دبي القضائي مشاركين بعد وباشر عندنا مبارتان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تفوزون إن شاء الله هنفتون هل تلعب معا في الفريق محمود اليوم عن كتلعب كان يفوزون يلعب يوم كتلعب كان يفوزون ن Anal ننفكر ننشوي بطولة مسيرة التسامح مع أخ سالم باللاحس صندوق الهيئة على مستوى عالي شوي نشوف شو نفكر هل يكون مسارة ماشي أو دراجات يكون على مستوى عالي عدد كبير يعني يكون مشاركين ويانا إن شاء الله خلال الفترة الهيئة نشكل فريق عمل مال إدارة الإعلام وهذا عشان نحن نفعل هذه المبادرة وإن شاء الله نسويها وخلال الفترة الهيئة نحن بعد سبارتان ريس طارق 15 خبرنا عن هذا سبارتان ريس مثل تحدي ألعاب الحكومية تقريبا شبيه فيه هاي يشاركون جميع الفؤات المجتمع الموجودين والسباق قوي صراحة نحن كهيئة مشاركين بفريقين فريق سيدات اللي بيشاركون في ألعاب الحكومية وفريق الشباب اللي مشاركون في ألعاب الحكومية كنوع من التدريب لهم تاريخ 15 في مليحة وتاريخ 22 في المرموم المرموم أقوى بعد من هذا السباق بعد وبتالي كل تدريبات لهم لمشاركاتهم في الألعاب الحكومية اللي بتقابل إن شاء الله في تاريخ سبعة ثلاثة إن شاء الله جميل الألعاب الحكومية أمسات رفعتهم تم رفع علم يوم الخميس بحضور دكتور أحمد بن شلبان ومنسق من مكتب التنفيذي أخ مروان تم رفع علم الهيئة مع جميع الهيئات الموجودة هناك على كايج بيش إعلاناً لانطلاق بطولة ألعاب الحكومية خلال شهر ثلاثة جميل هذه إذا تبغين حد يشارك الحين يرى هذا حمزة هنا موجود وعلى الهواء يقول لك يبي الموظفين اللي عندك بس يبي الموظفين يشاركون لعيبة لعيبة وعندنا شيء ما يكتب عن يوم الرياضي الوطني يوم الرياضي الوطني على مستوى الدولة طبعاً كل الدوار يسوي أنشطة رياضية خلالها اليوم وبالتالي إذا أنتوا عندك جماعة الرعاية الصحي أهلاً وسهلاً حياهم حمزة نحي أتمنى لكم التوفيق في كل المبادرات وكل الإنشطة في شيء ما ذكرنا تبغي تذكر قبل أن نختم معاك ما أقدر أدكر أقول لكم شكراً يا إدارة الإعلام وماما قصري واجب مع أي حوالة مع الجماعة الموجودة في اللجنة الرياضية أنتوا سبباً رئيسي في إبراز دور اللجنة الرياضية في هيئة الصحة بالعكس والله يعني الأمانة اللجنة الرياضية لها نشاطات كبيرة دكتورة والحمد لله يعني نحن نسولف ترى لكن نحققوا العديد من الإنجازات خاصة على مستوى السيدات يعني الفتيات حققوا إنجازات أكبر لهيئة الصحة سنين ماضي يستعدون لها بحكومين نهائيات ماشاء الله عليهم فبشيوا إياهم إن شاء الله دكتورة ما بيحققون أي إنجاز تضحك نبهها هي تشترك يارا يارا تشترك إن شاء الله أهم شيء بطرش موظفاتي يشتركوا حاضرين والله بالعكس أتمنى لكم التوفيق شكرا لك أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعي في هيئة الصحة في دبي أتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا شكرا لكم دكتورة قبل نطلع فاصة خلينا نقرأ هذه الدراسة تقول كثرة استخدام معجون الأسنان تسبب التسوس للطفل حذر الدراسة الجديدة من الأفراط في كمية معجون الأسنان التي يستخدمها الأطفال عند غسل أسنانهم لأن زيادة الفلورايد تؤدي إلى نتائج عكسية هي التسوس ووفقا لتوصيات استخدام معجون الأسنان بشكل صحي لا ينبغي أن تزيد كمية المعجون المستخدم عن حبة بازلة بازلة حبة الباجلة مو باجلة باجلة عودة بازلة الخضرة الصغيرة ازيل ليش يعني شو الفرق بين البازلة والباجلة الباجلة أطول محمود الباجلة الفول أيوة البازلة الخضرة المهم أجرى الدراسة باحثون من Center for Disease Control and Prevention ما شاء الله علي تقرين عربي وإنجليزي نفس الشي يعني حتى الكتاب المصطلحات اللي بالإنجليزي مكتوبة بالعربي تقرينها ما شاء الله علي ما شاء الله المهم هذه الدراسة في الولايات المتحدة قام بها فريق البحث باستطلاع خمسة آلاف طفل اللي أجانب باستطلاع آباء الأطفال عن عادات تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون أظهرت الدراسة أنه كلما زاد الكمية معجون الأسنان المستخدم عن المطلوب كلما زاد احتمال تسوس أسنان الأطفال وحتى توصيات الدراسة الآباء على توجيه الأطفال نحو استخدام القليل من معجون الأسنان ومراقبة الكمية المستخدمة لضمان اكتساب عداة صحية في العناية بالفم والأسنان والله محمود عيالة ترسين المعجون يترسون المعجون يأكلونه وقد تم الفرشة بلاية معجون يفرشون أسنانهم أقول إذا وين المعجون؟ ماما خلاص يعني ما دام بلعنا بيروح في أسناننا روحها بتتنظف فهو صراحة هو ترى المعجون اللعبة للطفل يعني إنه يستهس يصب ويحط عليه ويمسح ويها بالمعجون وكل شيء فلازم إحنا نكون موجودين وخل المعجون في مكان عالي وأنتوا تحكموا بالمعجون من خبرتي أنا أخلي مخشوش وأنا أصب المعجون ولا غير هذا ما يكون معجون يومين محمود صدقني تلاقيها على كل مكان إلا على الفرشة فلوس فلوس هاي فلوس معجون والله مصاريف دكتورة هاي والله مصاريف وغير شيء يأكلونا يعني فعلا يأكلونا طعامها حلو فالأفضل أفضل فعلا ما ينحط في إيدهم أنتوا تتحكموا بال عيال الناس كلهم ولا بس عيالت كل العيال وممكن الفرشة تستخدم حتى ينطفون فيها الحمام بعد عادي تلاقي نطفون فيه السينغو فأنتوا وقفوا على رأسهم وضعوا المعجون نقطة بازلة عيال الناس كلهم ولا عيالت والله عيال الناس كلهم ما شاء الله نطلع فاصل لا ما شاء الله ذياب عندت فمنوه نواف ونواف هذه ما شاء الله عليهم حرتين طلعنا لهمهم يعني نشيطين تي يعني يحبون الاستكشاف إنه شيء يسوي المعجون لو كلنا شو بيستوي يا سلام يا سلام يا سلام طيب عموما أنا اكتشفت أنا في خلال السنوات الكثيرة هذه اللي أنهي عشتت دكتورة كنت أنظف أسناني كلها غلط ما اكتشفت هذا اكتشاف الخطير اللي قبل شهرين شهرين ليه شو كنت تسوي أنظف أسناني عادي مثل الناس وبعدين عقوب لا علموني طريقة ثانية أنه لازم يعني تبرشينه من اللثة وانتي نازل مثل المكشة آه نزيل شفت البروش والمكشة كيف تخمين نفس الشيء أيوة بالضبط صح والله شفت من شهرين ليش ما عارف ما حد علمني الأسنان برشت تبريش عادي لا وبعدين عندك وقت معين قبل تبرش شذا وانت طالع لا في تايمينغ دقيقتين كاملات أظهر رغم تكمل هي دقيقتين تكملهم جدام دقيقة والأسنان الخلفية دقيقة بعد وسالفة يعني ولازم ما بطلع فاصة ترأيي لازم أشرح الموضوع لأن الحين يقول لك كمية معجون بسيطة يقول لك الحين حبة بازلة فلنشوف الدعاية يحطون كامل الفرشاة معجون هذا غلط منفروض ما نسأل بقى طريق شوية هاي محمود بازلة والله طيب توفرون أهم شيء تشفت طريقة تفريش أسنان صحيحة الحمد لله ما مرى العمر وانت ما اكتشفت أهم شيء أكتشفت النهاية الحمد لله الحياة يعني واحد يتعلم فيها كل يوم يتعلم فيها صحيحة يمر عدات سلوكيات خاطئة نحن سويها نتعلم منها صح بس أهم شيء يبريال أمور يعلمون هذه الأشياء حق الصغرية صحيح مو بيأكلون معجون ما يمسحون في إيويةهم وإيدهم يتغسلون بجلنا صابون لا بيقطع على الفرشاة عيال الناس كلهم تينا كلهم فاصل مستمعيين وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا على 600551414 ورسائل النصية على 4006 أيضا مستمعينا يعني اليوم مع انطلاقة طلاقة رسمية للقمة العالمية للحكومات هذا التجمع الأكبر من نوع عالميا اللي 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 عبارة عن حوار للعقول والسشراف آليات والسراتيجيات جديدة للعمل الحكومي في هذه القمة يعني نشوف معظم وآخر الأمور أو الأشياء اللي استحدثت حقيقة حتى مباخر لا نشوف المستقبل في العديد من القطاعات من ضمن القطاع الصحي كذلك يعني في انتظار أن نشوف ما اللي بيتمخض عنه هذه القمة اللي يشارك فيها أربعة آلاف مسؤول من 140 دولة بينهم يعني 600 خبير من مستشرفي المستقبل والمتخصصين وايد جلسات حوارية تقريبا 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية ما أدري يعني الواحد يحاول قدر الإمكان أنه يعني يطلع على آخر ما تجود به هذه القمة صحيح طيب من جانب آخر بعيد عن القمة نظمة هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع الكلية الأمريكية لعلم الأمراض مؤتمر الاعتماد الدولي وأفضل الممارسات في علم الأمراض بحضور نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين لمناقشة آخر المسجدات العالمية في مجال الرعاية التشخيصية المخبرية ذات الكفاءة والجودة العالية نحن نتكلم عن هذا المؤتمر معانا ضيفتنا في الستوديو الدكتورة رانا النابولسي استشاري ورئيس قسم الجودة في إدارة المختبرات في هيئة الصحة بدبي ورئيسة هذا المؤتمر صباح تشرب الخير دكتورة أهلا وسهلا صباح النور في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعة نور دبي لاستضافة اليوم في برنامج صحة وسعادة لا شك أن مؤتمر المعايير العالمية وأفضل الممارسات في الطب المخبري كان له أثر كبير في تعزيز دور المختبرات الطبية في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة والجدير بالذكر أن فحوصات المختبرات الطبية تعتبر أهم وسيلة فعالة بتساعد أطبائنا على التشخيص الدقيق والصحيح للأمراض ووضع خطة علاجية فعالة للمريض ونفتخر بأن مختبرات هيئة الصحة بدبي ملتزمة بإدخال أحدث الأجهزة والتكنولوجيا المبتكرة في فحوصات علم الأورام وعلم الدم وعلم المناعة وعلم الجينات ومكافحة العدوى كذلك قام المؤتمر بتسليط الضوء على المعايير العالمية وأفضل الممارسات وأهمية الاعتمادات الدولية في رفع كفاءة وجودة الفحوصات الطبية والعاملين في المختبر وتضمن العديد من الجلسات والمناقشات الألمية اللي دارت بين خبراء عالميين في مجالات الاعتمادات الدولية مع خصائيين المختبرات من جميع أنحاء العالم ممتاز طيب هذه المحاور دكتورة اللي بناقشها المؤتمر إذا تعطينا بس فكرة مفصلة عنها في طبيعة الحال من أهم المعاور التي نقشها المؤتمر كانت أهمية اتباع المعايير العالمية وأفضل الممارسات من خلال تطبيق برنامج الاعتمادات الدولية مثل اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض وناقشنا كذلك أهمية اشتراك مختبراتنا الطبية ببرنامج الكفاءة الخارجية وأهمية دراسة فعالية الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة في المختبرات وبذلك نضمن صحة ودقة نتائج الفحوصات المخبرية عشان نساعد أطبائنا في اتخاذ القرارات الطبية الصحية في مصلحة المريض ممتد دكتور حضور الموظفي من المختبرات مثل هالمؤتمرات شو الفائدة بيكتسبونها؟ طبعا مؤتمر المعايير العالمية وأفضل الممارسات قام بتعزيز دورنا كأخصائيين المختبرات في الحصول على نتائج فحوصات دقيقة بالإضافة إلى زادت كفائتهم ومهرتهم من خلال المحاضرات العلمية التي تمت مع خبراء في هذا المجال ومتحدثين عالمين ممتاز وحقيقة أن هذا المؤتمر يعتبر أفضل وسيلة لإلتقاء الخبراء وأخصائيين المختبرات حول العالم لتبادل الخبرات حول المعايير العالمية وأفضل ممارسات في المختبرات الطبية ممتاز نحن نريد في هيئة الصحة خذنا اعتماد لأحد المختبرات فتكلمين عنها وشو الاعتمادات الدولية أنتو ناوين تاخذون وشرف المستقبل أو تخطونها طبعا الاعتمادات الدولية التي نفتخر في وجودها في هيئة الصحة بدبي كان أهمها اعتماد البنوك الأمريكية لعلم الدم واعتماد الكلية الأمريكية العلوم الأمراض لمختبر الوراثة والجينات لمختبرات مراكز الرعاية الصحية الفئة البرشاء وزعبيل ومختبر مستشفى حده وإن شاء الله في نهاية العام سوف يتم اعتماد أربع مختبرات مستشفيات كبيرة طبعا تحقيقا لرأية الإمارات وخطة دبي 2021 قامت إدارة المختبرات الطبية والوراثة بهيئة الصحة بدبي بتطبيق برنامج الاعتمادات الدولية وبنوك الدم وهذا الاعتماد بتطلب الالتزام بمعايير صارمة في إجراء الفحوصات الطبية ولا شك ذلك إن ذلك يحتاج إلى مستوى جودة عالية في اختيار الأجهزة والتكنولوجيا وكفاءة عالية في خبرات ومهارات العاملين في المختبرات الطبية والجدير بالاهتمام إن هناك متطلب إجباري للاعتماد الدولية وهي اشتراك المختبرات بشكل إجباري ببرنامج الكفاءة الخارجية المسمي البروفيشنسي تستينج حيث تقوم مؤسسات معتمدة ودولية عالمية بإرسال العينات مخبرية من خارج الدولة لفحصها داخل مختبرات هيئة الصحة بدبي بشكل دوري ومستمر للتأكد من دقة ونتائج فحوصاتنا الطبية التي يتم إجراءها داخل مختبراتنا هيئة الصحة في دبي ممتاز هل كنت قلنا في الفاصل عن أن حصول مختبر على الاعتماد هو مو شيء بسيط هو جهود كبيرة سواء كان من الجنود المجهولين اللي ما نعرفهم حتى للقادة الموجودين فتخبريني عن الجهود تكون مبذولة للحصول على مثل الاعتمادات طبعا لا شك أن الجميع يعلم أن الفحوصات المخبرية إلها دور أساسي في تشخيص الأمراض حيث أثبتت الدراسات أن أكتر من 70% من تشخيص الأمراض يأتي مصدره من فحوصات المختبرات الطبية فنحن دائما محتاجين لالتزام القيادة وقيادتنا العليا في هيئة الصحة في دبي ملتزمة بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات في الرعاية التشخيصية فكان الدعم الأكبر بتوفير المصادر والعاملين أصحاب الخبرات والكفاءة بالإضافة لأفضل الأجهزة والتكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي والابتكارات ومحوصات الجينوم وهذا عزز دورنا كمختبرات طبية في منظومة الرعاية الصحية طيب دكتورة ما شاء الله نحن كم مختبر عندنا في هيئة الصحة في دبي نحن عنا 28 مختبر ما شاء الله عنا أربعة مختبرات طبية في المستشفيات الكبيرة مستشفى دبي ومستشفى راشد ومستشفى لطيفة ومستشفى حده ولدينا مختبر في مركز دبي للوراثة والجينات ولدينا مختبر في مركز الحبل السري دم الحبل السري بالإضافة لمختبرات 11 مختبر في مراكز الرعاية الصحية الأولية وال19 مختبر في مراكز اللياقة البدنية بالإضافة طبعا لمركز دبي للتبرع بالدم ما شاء الله عليكم وهذا كلها ديرونا وفي اعتمادات عالمية فيه وأيضا مثل ما ذكرتي 70% من التشخيص والعلاج يعتمد على شغلكم ف يعني الفكرة دكتورة الآن بالنسبة للي يدرس مختبرات نعم اللي يدخل هذا المجال هو داش مجال يعني جميل جدا نعم ولكن يفغي له واحد له نفس غير عن الدكاترا اللي يعني شوف انت ما شاء الله غير عن دكتورة نده والدكتورة نده بعد يعني أم قصر لطلع عينيتي فالشروط اللي يجب أن تتوفر للي يبغي يتخصص هذا التخصص خاصة أن في عندنا دعم وبرامج تعليمية في هذه الصحة بدبي لدعم هذا التخصص صحيح صحيح في الواقع أنه تخصص الطب المخبري أو المختبرات الطبية تطلب كفاءة عالية لأنه تشخيص سليم علاج سليم تشخيص خاطئ علاج خاطئ صحيح ولا شك حاليا يعني أكتر قسم في أي مستشفى يدخل إليه آليات تشخيص مبتكرة وذكاء اصطناعي وأجهزة جديدة هي علم المختبرات صحيح فعلم المختبرات بوفر للمجتمع فحصة كشف المبكر للأورام والأمراض المزمنة والأمراض المعدية والأمراض الوراثية والاستقلابية وإحنا لا شك من نشجع في هيئة الصحة في دبي ونفتح مختبراتنا لطلابنا من أكليات التقنية وجامعة الشارع تخصص المختبرات الطبية ممتنى إنهم يتدربوا عنا عشان تعزيز مهاراتهم وكفاءتهم في التشخيص المخبري والحصول على نتائج دقيقة لمساعدة الأطباء بمختلف مواقعهم واختصاصاتهم في القرار الطبي السليم والعلاج السليم تعميل الواحد اللي بيسوي فحوصات المخبرية دكتورة شو أنواع الفحوصات المخبرية اللي أنتم تسوونها نحن نسمع أحيانا لازم تكون صايم مدة معينة في فحوصات ما تحتاج صيام صحيح فخبرين عن هذه الفحوصات طبعا نحن في مرحلة تعداد المريض للفحوصات مهمة جدا لأنه في فحوصات تتطلب صوم في فحوصات تتطلب أخذ أدوية معينة في فحوصات تتطلب وقت معين بنهار أو بالليل فهي كتير مهمة في إصدار تقارير صحيحة ونتائج سليمة بالإضافة إلى طبعا هاي الأجهزة اللي نستقدمها في داخل مختبراتنا مهم جدا معايرتها مهم جدا التأقد من صحتها عشان هيك لازم كل المختبرات تشترك في برنامج الكفاءة الخارجية لأنه المؤسسات في مؤسسات عالمية بالخارج بتبعث لنا عينات أنون غير معروفة وبتم فحصها في مختبراتنا ونصدر التقارير إلهم وهم بحددوا هل هذه النتيجة صحيحة ولا مش صحيحة وبساعدنا باستمرار على وجود مختبر من غير أخطاء يعني إحنا هدفنا الحصول على الأفضل تقارير ونتائج مخبرية بدون أخطاء من أجل سلامة المرضى وصحة الإلاج أنا والله ما أعرف أن أنتم تسترموا عينات من الخارج لتقييمكم يعني هذه مثل تستعطونكم عشان يشوفون كفاءة المختبر يقارنون نتائج بين المختبر الخارجي ومختبرنا يجبون كم دقة نطلع نفس النتائج تقريبا دكتور أنا ننتقل إلى شوية موضوع لا علاقة بالمختبر واسموية النظر المتعامل ثقافة طلب التحاليل الطبية إنه في ناس تحس أن هي مرتاحة أكثر لو كررت تحاليل كل شهرين كل شهر كل شهر يوقع عشان أتطمن في ناس العكس دكتورا في ناس ما تبقى تسوي ما تبقى تسوي خلي ما أعرف أخسن في ثقافتين من مختلفات وفي ناس ما شاء الله يتبعث أوامر الطبيب لما نقوله مثلا عيدة تحاليل كثيرا الشهور أو كل سنة ومناسبة عيدها بهذا التكرار فهذا أهمية توجد هذه الثقافة بين الناس طبعا ثقافة جدا مهمة من أجل الحفاظ على اقتصادية مصاريف الصحة صحيح نحن ضد طلب الفحوصات بشكل عشوائي وبشكل غير مدروس فعنا فحوصات مثل فحوصات ما قبل الزواج بتتكرر عنا فحوصات السكر التراكمي بتتكرر فحوصات الوراثة صحيح للأسف نحن نشوف بعض الممارسات من بعض الأطباء فحوصات ما قبل الزواج تتكرر دكتورة؟ هي مرة وحدة ما بتتكرر ما تتكرر نعم نفس الزوجة يمكن وحد يأخذ الثاني والثاني والرابعة تتكرر ممكن للزوجة بس يعني الفكرة في الموضوع عشان نرفع قيمة الهلكر سيستم والفالي ولازم نقلل الانفاق ونستخدم الفحوصات والمختبرات الطبية بطريقة زكية بدون إرهاق المختبر وهدر الأموال فإحنا دائما نشجع هذه الثقافة وتبعا أننا آليات مثل جهاز سلامة سيستم سلامة طبعا أننا هارد ستوبس وصوفت ستوبس بعض توعية لأطباءنا صحيح كيفية اختيار الفحص السليم المناسب للمريض باتباعا للتشخيص المناسب طبعا وإحنا مع التعاون مع جميع أطباءنا في جميع المواقع باختيار وإحنا موجودين أن خدمات استشارية لهم في اختيار الفحص المناسب للمريض المناسب هو يعني نظام ذكاء اصطناعي بحثورة تم استخدامها وإدخالها في العديد من البرامج المخبرية في هيئة الصحة بالدول العديد أيضا حتى يعني حين نتكلم حتى على أنظمة في المالية في المشتريات حتى في إدارة الشؤون القانونية دخل الشسمة بالضبط الذكاء الاصطناعي بالضبط دكتور أنا آي من عيادة تعمل على مدى 24 ساعة لدينا خدمات متميزة في مختبرات العيادات التي تعمل على 24 ساعة وهي الأنزيمات القلب فنتكلم عن الناس عن أهمية توجد مثل هذا التحاليل في العيادات التي تعمل من نظام 24 ساعة طبعا هو الاتجاه العالمي إبعاد المرضى عن المستشفيات لأن تكلفة المريض داخل المستشفى خمس أضعاف تكلفة المريض في عيادة اليوم الواحد أو مراكز الرعاية الصحية صحيح فلذلك جهزنا مختبر مركز البرشاء وند الحمر يكون 24 ساعة في 7 سيام بالأسبوع وزودناهم بفحوصات طارئة طارئة صحيح يعني مثلا زي فحص الأنزيمات القلب التروبونين فحوصات السي بي سي فحوصات النزيب صحيح التخثر فحوصات السكر لأنه لا شك أنه هذه المراكز الصحية يأتي إليها مرضى في حالات طارئة فتخفيف الضغط على المستشفيات قررنا تزويد هذه المراكز بفحوصات طبية عالية الضقة وتتطلب استجابة سريعة لحاجة المريض ممتاز هل في خطة مثلا ممكن خدمات أخرى تدش للعيادات إلى 24 ساعة في المختبرات شيء ممكن يكون يخفف الضغط أكثر على المستشفى صحيح حاليا في دراسة في دبي لرؤية التوزيع السكاني فإحنا طبعا في صدد إعداد المزيد من المراكز الصحية بإعدادهم كمختبرات 24 ساعة من أجل خدمة المجتمع واستجابة لمتطلبات أفراد المجتمع فيها ممتاز شاكرين لتش الدكتورة رانا نابلسي استشاري ورئيس قسم الجودة في إدارة المختبرات بهاية الصحبة بي ورئيسة مؤتمر اعتماد الدولي وأفضل ممارسات في علم الأمراض في رسالة أخيرة حابت واجهينها أتمنى لهيئة الصحة في دبي كل التوفيق في اتباع الممارسات العالمية والمعايير العالمية وتحقيق رؤية دبي 2021 وتحقيق رؤية الإمارات من أجل أن تكون في مصاف الدول العالمية في أفضل تقديم جودة الرعاية الطبية والصحية للمرضى شكرا لك دكتورة هنا يقول أحد المستمعين أنا أستغرب من كلامكم لماذا لا نبدأ بخطوة جرية بالتعليم الصحي الصحيح ونفرض قوانين وبرامج تمثيلية صحية واللياقة البدنية على المدارس من الرضا هذا على موضوع الأسنان والمعجون اللي كان نتكلم عنه أعتقد يعني هذا التعليق كان على هذا الموضوع طيب بس هاي المعلومات أنا حطم حمود المدارس يعني أنا أتذكر كانوا يعطونا في المدرسة كانت البرامج التلفزيونية حقيقة اللي كانوا يعرضونا علينا ونحن صغار كانت برامج تعليمية برامج تثقيفية في الصحة في غيرها وحتى الكرتون اللي كانوا يعرضونا ما اليومين هذين لديكتور شو يعرضو لهم كلها ضرب الحين في صحة وسعادة يشوفونا في الأراض صحة وسعادة كلها معلومات طبية ترى تعزز نمط الحياة الصحي وتحق المعلومات بس هي هنا بعد بغض النظر نحن نحاول من خلال هيئة الصحة لكن عيد وحدة ما تصفق نحتاج تكثيف جهود في هذا الموضوع أنا اتفق مع الأخ المستمع أن هناك جهود ولكنها غير كافية نبغي تكثيف أكبر أمس كنا نطلع على أحد البرامج زهر الله خير معالي وزير التربية والتعليم معالي حسين الحمادي دائما ما يبعث لنا هذه المشاريع في أحد الأقروبات يعني ونشوف الجهود هذه فشفت يعني ممارسة جميلة في مدرسة نموذجية في مارة الشارقة قاعدين يستخدمون هذه الممارسات الصحية وأيضا نخراج الطلبة في المدرسة للعب الرياضة وأنشطة بدنية كانت وغيرها فالعديد من الممارسات الصحية التي تم اعتمادها في هذه المدرسة فكان الاقتراح أن ليش ما تعمم على جميع المدارس سواء الخاصة والحكومية كذلك أن هذه مسألة مهمة جدا فإن شاء الله يا رب نتمنى نتمنى هذه الجهود تكون مكللة بالنجاح نحن من جهتنا في هيئة الصحة في دبي أيضا من خلال إذاعة نور دبي ومؤسسة دبي للإعلام نتمنى يتم التكتيف في إذاعة نور دبي مهم قصرين بصراحة خلال هذه البرامج والبرامج الأخرى كذلك كثير ما تتم عملية التذقيف هذا ولكن أيضا تبقى تكاتف وتضافر الجهود هي السبيل الأمثل للوقاية والتذقيف الصحي وعلاج الأمراض نحن نشتغل يا جماعة الخير وصلنا لمرحلة أن الخطط مالتنا كلها مبنية على الوقاية من الأمراض وليس علاجها نبغي نمشي معاكم على نمط حياة صحي نقي أنفسنا من الأمراض وصلنا لختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك في الوقت توجه بالشكر الجزيل فالتنسيق كانت معانا ميرا لغفلي في الإخراج عيسى سبيل في إعداد هذه الحلقة حسن البلاونة شكرا لكي دكتور الندى الملة عفوا تزيلا كل يوم تعالي إن شاء الله هذه تحياتي محدثكم أحمد يوسف العدي ونلقاكم في الغد إن شاء الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي